طبعا فكهة الاستشان واليوم ان شاء الله واستاذنا العظيمي الدكتور احمد نوفل وثيرابيوتي السلام عليكم سعيد جدا بتواجد معاكم النهاردة ان شاء الله هنتكلم على ثلاث حالات نشوف في التشخيص وفي العلاج وبنستفيد من للحالات دي بتاعة مننا ده اول دي كان عندها 23 سنة مش مارد بتشتكي من موضوع الدوافر ده بعلها اكتر من 3 سنين شيء طبيعي العيال لما بيجينا بنسأله يعني حاجة دي جاتلك شوية بشوية طيب هل خدت علاجات قبل كده طيب فيه اي اماكن تانية في الجلد لان انا مش هشخص بالنيل بس طب هل ممكن اشخص بالنيل بس اه ممكن اضطر زي حالة زي دي حالة زي دي جاي لنا قلني ما عندهاش اني سكين ليجان اني اثر سايت عندها هاند ان فيت نيل افكشن ولكن الهاند دي كانت اكتر مفيش اي سكين ليجان urch زي جيد جريدول اه بروغريسف كورس وطبعا هي جاية اسكنك فور اه كوزموتك يزولز يعني شابة صغيرة ونوطية اتمرض والشكل طبعا مديدة جدا ما فيش اي بين ولا حاجة ما عندهاش اي اه ام هنا اي جوينت افكشن ولا حاجة اللي بيقابلنا في القصة دي ايه المؤتاد اللي هي المشكلة اللي بتقابلنا دايما بنشوف العيان زي كده بنحط الفيرس بريوريتي برضو ترادشان غلط ان دي اونكو ميكوزز يعني دي مشكلة بتقابلنا كتير جدا ان معظمنا بيحط الونكو ميكوزز كفيرس بوسبيلتي من غير ما نشخص بالباسيك لان الونكو ميكوزز اوكي لها فايندينج معينة واللايك بلا نصوها كزا فالنيل علم زي زي اي حاجة في كل ديزيز فلو جينا على مسلا بيشن زي ده وده انا ناخد القصة بتاعته يعني نشوف ايه هنا مسلا نشوف نوصف الليجن عشان كل حاجة ليه لو خدنا الضافر ده الا الاحمر اللي انا مشاور ليه ده صب انجول هايبركريتوزيز جلد في هايبركريتوز واضح وايه تاني كمان الكلور متغير لون في يلوش ديسكولوريشن زي ده وفي ايه كمان في هنا ايه الحيطة الحامرة الصغيرة دي اه برابا عليك يبقى انا معايا دلوقتي دي طب فيه فيه تاني اه النيل بليد ده يعني سيكند ولا نورمان لا سيكند تخين جلد تخين يبقى انا دلوقتي معايا البيشنت جاية فيها البيريزنتيشن دي خمس دافر كانوا افكتد امكان انا في بتنج كماني ازدار اوه في بتنج بتهالي اه هنا هنا هلاقي الفاينينج سيكند نيل سبانجور هايبر كريتوزيس يلوش ديسكولوريشن وي سبلينتر هيمونج ولو رجعنا شوية وراء الهيستري كان جرادوال وبروجريسيب فهنبدأ نشوف ايه اللي معايا ده انا جايب هنا ده الكلوزا فيو للصم هنا السورة الهونية كانت للفور فينجرز هنا نشوف هنا نفس الفايندينج اجين هنا سبانجور هايبر كاتوزيس سيكند يلوش ديسكولوريشن سبلينتر هيمونجز نحط ديفرانشال دياجنوزيس للحالة دي ايه هالي اونيكو ميكوزيس ازا ديفرانشال دياجنوزيس او نط لا هي ديفرانشال دياجنوزيس ايه المشترك بينها وبين التشخيص التاني اللي هو ايه ايه سورايز رابع عليك ده فرانشال دياجنوزيس للاتنين دول قريبين او من بعض السورايزز والاونيكو ميكوزيس مشترك بينهم سبانجور هايبر كاتوزيس ويلوش ديسكولوريشن في الاتنين والسيكند هو يبقى موجود ففي هنا تلات حاجات مشتركة ولكن لو خدنا بقى من اليلوش ديسكولوريشن بتاع الفانجوس بيجي هنا في الحتة دي كده يبدأ ويبدأ يخش بالتدريج لتحت هنا بقى يدوبك بس موجود عند الفري اتج ومنزلشي رغم الفترة الطويلة اللي هي بقى لات اكتر من ثلاث سنين طب حد ياخد باله ايه الشكل اللي موجود هنا ده ده في الجنب ده اللي في الجنب اه الباتش ده عند اللاترال فولد زي ما دكتور هانيد بيقول عند اللاترال فولد بتاع الباتش ده اللي هو واخت شوية لون اصفر على كده اه برافو عليك ده اويل دروب ده من الحاجات اللي بتميز طبعا مش موجود في كل الحالات لكن لما يبقى موجود بيساعدني على التشخيص فايبقى احنا كده وصلنا للحالة ان هي خدنا لقينا العينة اكشوال واخدة انتي فانجل طب انا لو لو كانت اللي بيشنت عارفة اسم الدو او معه رشدتات اه ده بيسهل لي بيسهل لي ايه لو انا شاكك في التشخيص وخدت بروبر انتي فانجل فور بروبر ديوريشن ونورس بونس فده لو انا شاكك هعمل بس مشكلة بس مشكلة زي ما نشوفها في حالة بعد كده انها ساعات بتديني فولس بوزيتف وساعات بتب نتيجة عدم خبرة المعمل اللي انا راح له لان دي نقطة يجب ان اعترف بها ان احنا عندنا في مصر في موضوع الكالشور والمايكروسكوبك اكزامنيشن في الفانجلس اكيدا الكلام الكلام في حالة كتور احمد بيه لما بنعمل الكالشور ساعات ما عامل كتير لما بتطلع عنها جدا بتحط في تحت ان فيه اضر كوزز للساتش نيل ديسوردز يعني يحطوا يحطوا لكن فيه تعدد كبير اه فعلا ملحوظ حضراك مزبوط دكتور طارق يبقى ناخد بالنا ان يعني مش يعني برضو يعني احنا لازم يبقى دوره وهي مدام موجود كل حاجة موجودة معي خلاص موجودة في ملحوظة تانية صحيحية مش لكن عادة الدرماتوفايتوز ما بياخدش النيل كله ما بياخدش يعني انا كان في الفينجرز وتقريبا تلاتة في في التونيلز فالكستنسيب انفولمنت ده اكتر مع السوريز لكنه مش الواحده لكن انا جمعت دلوقتي مع الهيستري مع الفايندينج اللي انا شايفها بالبريزنتيشن على النيل بليت والساب انجول هايبر كرياتوزيس والسبلينتر هيميرج والايل دروب ممكن يجي بالطول كده ممكن يجي بالعرض هي المشكلة في اللون الحطة القصص صفرة اللي بتيجي على الفري اتش دي اللي بتاخبطني شوية مع الدرماتوفايتوز هنيجي ليه التشالنج التاني هاختر لها ايه ده زي ما احنا كنا بنقول حالا في محاضرة استاذ نبتور محمد اطبع على العيان بتاع السوريز هاختر له كل عيان لازم له اختيار فهل هنا ايه اللي هاختر له هل هنا هينفع توبك ولا هاختر سيستيميك ولا هاختر توبك الان سيستيميك دي مهمة يعني انا العيان ده بتاعته تصنف ايه سيفير ده سيفير بريزنتيشن اوف زانيل يعني سيفير سورايسيس فمش هينفع عبقى معاها اديها حاجة مسلا مائلد عبدي توبك ال بس توبك ال بس هنا ما ينفعش يبقى ده رونج لو عايزة دي اديش انتوزها سيستيميك اوه لكن توبك البيور مهما ان كان حتدي حضرتك سترونج توبك السترويد هتدي يعني اصل زيد الموفيت هتدي كلويت هتدي دايفوبيت مسلا الترابوتانت اندر اوكلوجين ده يعني كسنجل بالاضافة للبور كومبلاينس العيان عشان تقوله ده لو انت قلتي له هدي ده مع ده اوكي اي اكسبت يعني لكن كسنجل ما يعني هيروح للسيستيميك طبيعي يعني هيرتزم السيستيميك مش هتزم الزبط انت هيا يعني لكن ما اقدرش اقولك هو اختيار غلط لكنه الافضل لا انا عايز اخترح حاجة تتناسب مع قوة الحالة وصعوبتها فلازم هياخد سيستيميك هبدأ هخش على السيستيميك هخش على السيستيميك ايه اللي هيناسبني؟ هنا ممكن نقترح ايه اللي نسبنا هنا؟ ما هي في ميل تلاتة وعشرين سنة اه يبقى انا هنا مش هقدر اختار لو حد بفكر ليه لان هي نطية مارد مش مخطوبة معايا تلات سنين لو اخترت فده طبعا مش هينفع يبقى ده انا اخد بالي من النقطة دي لان بعض الناس بتوصف وما تعرفش ان انا لازم اعمل بعدها وبالتالي ده مش هيبه اختيار مناسب هنا هبدأ اختار حاجة بقى من السيستيميك سيرابيس بتاعت السورايسس لو انا مش قدامي الاساتريتين حدي ايه؟ ميسوتريكسيد ميسوتريكسيد ينفع ميسوتريكسيد هل ممكن يبقى رابد لأكتنج زي السورايسس بريزنتين على الجلد في النيل سورايسس سايكلس بورين سايكلس بورين سايكلس بورين هو حتة النوع بينك فاست اكتنج هو فاست اكتنج ان ان اني طيب سورايسسس لكن هو مع حاجات معينة بيبقى واضح جدا ديوتو زي بريزنتيشن يعني مثلا بسورايسس بسورايسس انفلاماتري كومبونات فيه عالي جدا وشبه اكيوت ديزيز فالرياكشن بتاعه بيبقى سريع جدا عشان هنا هيجيب برضه اسرع مقارنة بغيره لكن هو نفسه مش هيجيب لان ده انا معايا ديزيز ييرز فلازم هياخد وقت لانك انت هنا بتشتغل معاتيشو مختلفة عناتيشو بتاع الجلد يعني بسورايسس دي جاي عالجلد لما انها معاك كيراتينايز هيبر كيراتينايز يعني اصلا كده كده النيل مشكلته ايه في او في ان الاناتوم بتاعه صعب ان انت تختارك بالدوة توصل للكونسنتريشن اللي انت عايزها مش سهلة عشان كده لو مفيش كونترا انديكيشن يبقى مفيش ايه؟ مفيش كونترا انديكيشن يبقى عن غيره حالة زي كده او او يعني لو مفيش كونترا انديكيشن هو هو نمرة واحد فعلي لكن هنا احنا كان عندنا الكنترا انديكيشن وبالتالي اخترنا فعلا الميسوتريكسيت مشان فكر في ايزوتريتينوين دكتور نعم ايزوتريتينوين ايزوتريتينوين مصبوط بس هي يعني انا يعني برضو ده تفكير كواس جدا من حضرك وحنا سعب بنضطر ليه بس عشان الايزوتريتينوين مش هو نمرة واحد في السورايسز لا ده هو نمرة واحد في الاكني لا يوازي الايفريكاسي بتاعه خالص الاسيتريتينوين عشان الاسيتريتينوين بيشتغل كانتي كريتينيزينج دراك بطريقة مختلفة واكتر بكتير جدا من الايزو لكن ممكن اضطر له انا شخصيا اضطرت له بعض الحالات بس الريسبونس بتاعه اه لا سؤال جميل جدا حقيقة وهو احنا هنا معانا العيانة دي اخترناها لها فعلا بنيدي هنا مش هدي له دوز بقى لا لازم هدي على الال خمس عشرين ميلي جرام يعني مش هنبدأ بخمستاشر لا انت تبدأ بس يعني يعني هو الريجمن القديم سابعة ونص بعد كده عالي بس انا في النهاية لما هتوصل لو بدأت بخمستاشر عايز توصل بال بالهاي دوز اللي هي على الال خمس عشرين ميلي جرام دوز انا بختار دوز اكوردنج دوز فهنا سيفير زي ما حضرك شايف نعم عرب يا ابراهيم شوه هممكن ميكروفون يا جماعة عشان كل يستفيد بس او ميكروفون دكتور ابراهيم تصدق او انا بقول بس ان هي لو الفيميل باشانت ديت مش في الطالب كوريينج باريوت مش في الطالب او هل هيبطل برضو الأسي ترتين انا عارف الأسي ترتين بيعمل لوسننج للنيل فهيبطل برضو الوصي التركيز لا هو ده برضه يعني موجود ان السيتراتم مبيستعملش مع النيل وبيعمل لازنيج لا احنا هنا بتعالج الباسولوجي الباسولوجي عبارة عن ايه عن هيبر كريتوزيس العصاب انجلها هيبر كريتوزيس عبارة عن النيل عايز تختاركه بالماده دي اللي بي 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 او بنورمالايز الكريتنزيزيشن ديسوردر بتاع السورايز وهنا بيشتغل على الباسولوجي بيعملش أي لازنيج ولا حاجة يعني انت هتشوف حالات حالا فيها عكس خالص اللي حضرك بتقوله. لا ده بيبني الجلد. يعني ده فيه انا مش اول مرة اسمحها. فده لا. ما بيأثرش على الضافر بيعمل فيه وبيعمل فيه ان هو هيدي عكس النتيجة بتاعه. شكرا على السؤال. هنشوف بقى العيانة خدت دي بعد شهرين بدأ يبقى فيه فرق واضح جدا. الهايبر كراتوزيس قال كتير. هنا كده على خمسة وعشرين يبيه? بقى خمسة وعشرين ميلي جرام. اه على خمسة وعشرين. وهنا الكالر بدأ يروح والسبلينتر هيمورتش المصطراحة. لسه هنا خفيف خالص. لسه فيه لكن فرق الفرق واضح. هنا نفس دي برضو بدأ يبقى الفرق واضح جدا. ده بفور وافتر. ده بريزنتيشن. شوف هنا اضافي اخباره ايه? هنا مش موجود. هنا 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 بش موجود. فيه فرق واضح جدا. برضو هنا اه خلي بالك من ايه الحتة الصغيرة الصفرة دي? هي دي المميزة جدا للسرائيس اللي بتساعدك فيه التشخيص. يبقى هنا ده بعد شهرين فقط على دوز خمسة وعشرين ميلي جرام. ده بعد شهرين. ده بفور وافتر. من استمر ولا ما نستمر دي برضو الصورة? للبيز بتاعها عشان تبقى واضحة اكتر. نفس الموجودة. نفس يعني ده مختلف لك عشان اوضح لك الصورة اكتر لان احنا دايما بنحب ساعات نصور الضافر وهي كده او في الشكل العادي. ما تنساش الشكل ده. وما تنساش الاول دروب اللي الدكتور طرق قال عليه هنا. ده برضو افتر. بفور وافتر. دكتور احمد البريفلنز بتاع النيل سورايسس بيرسيل جاية ايزوليتد حضرتك بتشوفها كتير. يعني اللي هي النيل سورايسس ايزوليتد مش معها. اهو ده ايزوليتد. اه بريفلنز يعني يعني. كتيرة. موجودة. كتيرة بما دي مشكلتها. عشان كده لازم تعرف شخص المرض. لازم يبقى معاك داتا. السورة الاخرانية دي جماعة دي بعد شهرين. ودي بعد اربع شهور. هو ما بقاش كومبليتلي نورمل لعينا مشكلة. لكن اولمست نورمل. بدأ يبقى فيه فرق بين ده. كمان شبهة يعني. استهينا تقريبا يعني. والكلر بدأ يبقى قريب جدا. يعني. يعني هنا نسبة تحسن ما تقلش عن خمسة وسبعين في الماء. مسمي يعني. فاحنا مستمرين طبعا. البيشن دي قريدي. الصور دي اللي بقالها اقل من شهري. يعني اللي هي الصور الاخرانية دي. بس ده نتيجة بعد اربع شهور من طبعا. ما ننساش بعمل بري. بري انفستيجيشن. اتليست افري مانس. طيب السؤال اللي بنتسيله دايما. هل اهمية بتاعته. زي اهمية بتاعت. الاستريتن او الايزو? لا مش زي اهميته. لان يعني انا ممكن اتسامح مع الايزو الاستريتن في الاستريتن بتاعته. انما ده لا يمكن تتسامح. لانك ممكن انت فاجأ جدا. العيان دخل منك في اكيوت توكسيسيتي. عيان دخل منك بيضاي. لانما العيان التاني مقاما حصله. احصله ايه في الليبر انزاين. احصله اه اه تريجل اسرائل تعلن لكن ده. فلازم تعمل كواس جدا. مفيش عيانية اخد مستوركسيت وزوت نيفر. لازم. على طول. وتستمر لين ممكن ان يحصل لك فجأة اه حاجة اه حاجة اديوسينكريزي. بقى لا بتوقف على طول عشان العيان ميحصلوش مشاكل. بقى دي اول حالة معانا اخدت ايه. ابن رحمد بعد اذنك على ثلاث اوربع شكاب كاد كويسة. ازود الانترفال شوية في الشكاب عندهم ولا يعني برضو افضل. ستزود. يعني افتح المسافة ما بين الانفزيجيشت. يعني عمالي يطلع كله بانا دور. تمعك اهل لحاجة شهر. لان في ناس بتقول كل اسبوعين لك تمعك اهل لحاجة شهر. شوح. انت هتفتح نسافة والعين اللونج راند سورايسيس بياخد ميستو تركسيت افري مونت فقداش نقدر تفتح معاك في ممكن من درجة تحاصم توصل معاك العين ياخده افري مونت افري توم مونت معنا عينين كده فخلاص بها ده شيء طبيعي وانا باخدهش افري مونت مش هعمله كفره يعني ده قدر توسع مسافة بتاعته نعم في سؤال عند ابراهيم ولا اه تفضل انت خاطرة الروماتولوجي ان هم بيقولوا ما فيش حاجة اسمها فيوميلا تكدوز وده مش مذكور عندنا في التكست وإحنا بنيدي عينينا 20 و30 سنة ميستو تركسيت وبعدين سألت حد تاني في جامعة تانية وبرده اكد على نفس الكلام روماتولوجي مش جلدية ايو ايو فيعني ايه فايصل في القصة دي هو زمائينا في روماتولوجي طبعا بيستعملوه يعني انا ما كانت معانا بيش انت عندها سوريتي كارسرايتس وكنا كتبين لها في الرشدة كده فراحت للزميل استاذ هنا في الروماتولوجي في القاهرة يعني غير الركوميديشا بتاعي احنا بنتب لها ايه مكتوب له ست شهور سنة فهو كتب لها في نفس الرشدة فور لايف يعني اللي على طول يعني احنا كده كده بنيديه فور لايف بس يعني ما بنبقاش نخب نخض العيان قوي انه هو كده لكن هو زي ما قلنا اي سوريتي حتى البيولوجيكا اللي هو بستعمل على طول ايه حتة الكاملوتوفدوس حتة ان انا الليفور بايوبسي الليفور بايوبسي عليه كونتروفيرس اه هل اعمل ما اعمل شي بعد سوت شهور بعد ما اوصل للكاملوتوفدوس فده حتة كونتروفيرسي الايه اتفضل او الديافوبيت ممكن نجرب الاسي تريتن كريم لوحده ممكن نستغل باسي تريتن كريم على النيلس او ما تستعمل ايين فهتستعمل لوحده بس احنا نقول الحالة سفير فمش غلط ان انا هستعمله بس بقولك ما تتوقعيش نتيجة قوية لوحدها لكن تستعملي يعني مش صح تستعملي ده او ده او الاتنين مع بعض نشوف الحالة اللي بعدها دي طفل عندها جاي عندها 15 سنة وبعدين جاي لها برضو ما عندهاش حاجة غير اللي في النيل فاحنا عايزين نشوف برضو التشخيص ايه نفس الكورس بروغريسيب نعم بروكسي مالتريشي دقام دقام هو مش تريشي من اللي هنا الحية هو خلينا نشوف الفايندنج الموجودة هنا فيه سابانجول هايبر كريتوزيس وديستروف كنيل هنا سابانجول هايبر كريتوز ودفر نصه متاكل برضو هنا ديستروف كنيل نصه متاكل وصابانجول هايبر كريتوز ويالوش ديسكولاريشن نفس الكلام خلينا نشوف الصورة دي بعد العلاجة في الهند في ده الناحية الثانية برضو يا دكتور شوفي نفس الشكل ده في الهند جاي كده فنفس المشكلة هان شخص ايه ايه رأيكم شخص ايه يعني ده طفل مو عندهاش قاله في الهندس بس وبقى لها ثلاث سنين ويعندها 15 سنة كانت جاية لنا ما كلينيكل هحط ايه برضو دي فانش دي اجنوز ما بتيو هحط هناكو ما الحتة التروما والعضع دي ده كومن في الاطفال الصغرين لكن في اي ايج برضو بس هي فكرة دكتور طارق ان العيان حتى لو بيعضع اصابه نو مش هيطلع لي سبانجو هياكل الضافر لكن مش هيطلع لي سبانجو هياكل الضافر كويس جدا دي فانش دي اجنوز لو انا زي ما اتفقنا لازم ادور على باية الجلد باية الجلد اشوف ممكن يبقى هو ما تخلي يعني ممكن يبقى معايا في مثلا عند الريس بتاعة العيان ما عندهاش اي سكين خالص ليس لا في شيب ولا في ايا حال socket بcare بهنا برضو هنا مفيش تريجيوم حضبك قلتي هل دا تريجيوم ولا مش تريجيوم أقل قلت هل دا تريجيوم يهو بس التريجيوم ايا كان مثل ما فيش هنا اية أديجيوم الضافر اللازم من فوق ولا لازم من另外 فهنا برضو حقنا ال сх Usually برده.aries. حطينا برضو. ailleurs انيكو ميكوز. الانيكو ميكوز مش كومب في الاطفال. عشان برضو تاخد بالنا. لكن مش بتاعة الانيكو ميكوز. لكن في هنا فيها حاجه كده بناخد بالنا من من الخط الاحمر ده. في ساعة يبقى موجود. دي بقى موجودة في الحالة دي ميخدش السهرة. لكن لما تحط دفنش ديجنوز او لكن هنا هو كان اختيارنا ليه? لانه هينفع سواء كده سواء كده. هيشتغل هنا او هيشتغل هنا طب وهنا طفلة صغيرة فما عنديش مشاكل فيه لسه حكاية بدري حكاية تتجواز وكده فما عنديش مشاكل فعلا العينة دي لغاية النهاردة بقى لها اكتر من سنتين معانا وشغالها على الاسيتر تاني لغاية النهاردة تلات سنين تخلى في تلات سنين اسيتر تاني هنا واضح قوي الفرق هجيبها نجيبها من الاول تاني في في الايد اليمين ده بعد كده بدأ خالص اكتر حاجة واول حاجة بتتحسل في عينيه السلسس واعرف انت تشخيصك صح السابق سواء انت سواء انت سواء انت سواء انت ستريكسيت اساتريت ان هتلاقي بدأ يروح بسرعة بعد كده يبدأ ينضف يبدأ يرجع لطبيعته بعد كده مرحلة اللي بعد كده يبدأ الضفر ينمو تاني يرجع تاني هنا بدأ يرجع هنا بدأ يبقى فيه تقريبا راح خالص في التلات ضفر دول ولسه هنا شوية بدأ الضفر يكبر وينام على الجلد ما عادش فيه خالص كل السوبرفيشال هي اللي بتبدأ في الريكوفري اصرع بالضبط اصرع عشان الحاجات اللي هي السوبرفيشال وهنا يبدأ يخش معايا على الايدي التانية هنا ده اخر صورة ليها اخر صورة ليها من حوالي شهر شهر ونص اللي هي اللي مش دي اهي ده دي مسلا مش دي برضو كده مسلا دخل تسعين في المية الانية كانت متاكلة جامد فده تعريبا اولمست دخلت من تمانين تسعين في المية احنا هنا مش بنعالج الورد هتروح يبقى مين في المية مراحتش يبقى 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 فيل دي ريس بونس ده تلات شهور ايدي؟ تلات شهور كيه؟ لا تلات سنين بقى لتاخد عليك تلات سنين تلات سنين دي النهاردة سبعتشار سنة خمسشار سنة لا سنتين يعني هي النهاردة عندها سبعتشار سنة يعني ده تلات سنين الحضرات شايفه ده شغل سنتين وماشي حلق ستري اه وهي وهي العينة ليه بيستمر معاك المريض لانه شايف 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 تغير حقيقي موجود فبالتالي بيجو اهد وبالتالي برضو دي دي حالة صعبة الحالة بعد كده هنا بفورو افتر ايوة تفضل اه جميل ما هو ده اناظر يعني هنا لو انت عايز تدي انترا سواء او صح اوبشن صح بس هي مشكلته ايه الصعوبة هنا عندك دافر كلها ما دارش اقول لك اختيار غلط لا اختيار صح جدا ما دارش اقول لك بس هو مش البريفرابول ليه لان انا هنا عندي سيفير بريزنتيشن اسهل له انه هي اخد سيستيميك سيستيميك مطر للمس اه بس بيتاخد برضو اه بس بدي الواحد من عشرة اللي هو واحد من عشرة مش التلاتة من مية اللي موجود لانه فرق كبير وبرضو ايه القصة الفيتامين دي اللي هو الضيفو بيتو كده ده بفور وافتر اللي هي حوالي سنتين زي ما اتفعنا اه دكتور احمد شايفيني الصورة نعم دكتور احمد انا 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 اتفضلي حبيب اه رأي حضرتك في الفراكشن الليزر اه كانت عامل بلي كده يعني كاريسانش اه وبيزود الترانسب ديرمات ديرمات ديليبري اه 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 وكمباين دي كمان مع الاكزايمر لايت اوليسي احنا عاملين دكتورة اه اه فاطمة با هي اللي تقول لنا انه انا الناشرة بيبر مع دكتورة رانيا العقاد في الجلمان سوسايتي في ديرماتورجي المجلة الالمانية على الكمباين صار بيقف اه اه اطفد دينا فكرة دكتورة اه هي طبعا احنا كنا عاملين جزء اه انتراليجنل بالنيدل وبنكمبير مع الفراكشنل طبعا الفرق في البين مفيش كمباريزون خالص والايفيكاسي كمان كانت اه كويسة جدا اه with the same فاي فلورو يروسيل وكان فيه كمان ميزوتريكسيت يعني الميزوتريكسيت برضو كنا عاملين اه من خلال الفراكشنل وبعد اتنين انتراليجنل والفراكشنل ترانس ابديرمل او ترانس نيل ديفيوجن لفراكشنل اه يعني وفراكشن ان هو بيسهل الطريق لفراكشنل وفي خلال ثلاث شهور دكتور احمد كان فيه امبروفمنت واضح في النيل وعملنا ان هو مينتنينس يعني بعد كل ثلاث شهور نعمل طيب اخر عينا معانا اه برضو جاية مشكلة تانية في الضوافر بس برضو حاجة فيري اجريسيف زي محدودك شايفين برضو بيشن دي كان بتتابع معانا في الزازي ومرت بمراحل فيري انترستينج العيانة دي عندها ام حوالي اه اربعين سنة وبعدين خدت علاج ومعمل لها عندنا احنا في الجامعة بوزوتف كالشار فور فور ايه فور فانجس يعني في الاسم عندنا فبوزوتف كالشار فور فانجس وبالتالي خدت اسبسيفيك تريتمينت اسبسيفيك تريتمينت عبارة عن التربينافين كورس طويل وخدت اسبسيفيك تريتمينت افقات ركنزول كورس طويل وفيش ريسبونس فشي طبيعي ان انا لازم اراجع نفسي كطبيب سواء انا اللي شفت الحالة في الاول او سواء اي حد من الزمل اللي شاف الحالة يعني we have to افقات بعد ازنك الصورة بس يتي خمس دقيق كده يعني دي بتبقى جوزة مهمة اوي من الخبرة اللي بناخدها يعني اوقي شكل الحالة ممكن تكون فانجس وطلعة طلعة بوزوتف كالشار يعني حرمي حرمي البوزوتف كالشار بالذات لو في مكان تراستد ما ارمهوش بس برضو انا ديت العلاج اللي اكوردنج للكالشار مافيش رسبونس خلاص يبقى في حاجة غلط الحاجة الغلط يا ايما يكون نتيجة الكالشار غلط يا ايما يكون الايام ما خدش بروبر دوز وبروبر ديوريشن طب انا اتأكدت ان اعين خد بروبر دوز وبروبر ديوريشن خلاص يبقى لازم اري افلويت مي دياجنوز اري افلويت مي دياجنوز لاي ممكن جدا يكون ايما سوبر ايادت كالشار السوبر ايادت فانجس على المرض اللي هو عنده اصلا وبالتاني ما جابش رسبونس او التشخيص غلط غلط كمبليتلي زي ما انت شايفين ماركد ماركد يعني الضافر مرفوعة يعني وفوها ايه يعني مسافة كبيرة جدا زي ما انتشايفين. ده مش بس خلاص ده دفرة وسائب خالص زي ما لكن هو ده بنسميه وهنا الواضح وما تنساش الخط الفصل الاحمر اللي اترك عليه. فاحنا بعد ما استسنينا نتيجة عدم وجود من فقلنا ما ممكن تكون مشكلتها برضو اجين ان العيان ده ما عندوش ما عندوش الا النيل بس. فاحنا فعلا. قلنا ليه? زي ما احنا بديدي في في الفنجس طب انا ما قديش ليه بقى فيه? ان هي دي العيانة سألناها على ظروف ان هي هتقعد ثلاث سنين ينفع تعودي ثلاث سنين. من غير حامله كده. قالت اوكي وهي عندها اربعين سنة يعني وخلاص بصد القصة دي. لكن معملها نفسها وكده. فاخدت الريس بونس زي ما انتشايفين. دي عشان جابت نتيجة سريعة بقى لان ده كان عندها هو الكونبوننت العالي قوي. فراح بسرعة مع الاسيتر دي. بتاخد ايه جرعة? جرعة عالية. خمسين ملي جرام. خمس عشرين واحد في اتنين. دي بعد شهرين بس. بدأ ايه? ايه ايه التحاصل اللي احنا شايفينه? خلاص مفيش خالص? بدأت الضفر يبدأ ينام لسه موجود لكن بعد شهرين تانيين زي ما انتم شايفين بقى خلاص. فيش الونيكولايسز راح. فناخد اه درس بتاع الحالة دي. بليز دونتو ستيك تو زلاب ريزالس قولي وتغي. وتلغي اللي انت شايفه. تلغي اه الريزالس انت شايفها تلغي اني مفيش ريسبونس تو زا اه زا انتي فانجل. وبالتالي تحاول تاني مع السورايسز. لان في حالات كتيرة جدا من السورايسز بتبقى عليها ساكندري درماتوفايز. وهي اللي كانت السبب في الفولس بوزوتيف ريسبونس. الفولس بوزوتيف ريسبونس في اللاب. ننطلع علي دي درماتوفايز. لكن هي كانت ساكندري انفيضر وما كانتش هي الاندرلاين كوز. لكن الاندرلاين كوز رايسز. عشان كده. زي ما نشوفته تلات عينين جايين بسري ديفرنت بريزنتيشن. لكن في النهاية كانوا سيفير بريزنتيشن. وخدوا مش هنقول اجريسف لكن سبسيفك سيستيمك سيرابي. وفي النهاية قدرت افرق مع المريض. تاني رسالة ما تقلقش من طول مدة العلاج. المريض بتاعك كويس. وبياخد. هو شايف ريسبونس. هو مستمر على العلاج. العينين دول بيوصلوا لدرجة خمس سنين وست سنين وبيبصل خمسة وعشرين مسلا زي دي. خمسة وعشرين ملجرام برويك. ولا حاجة. ما فيش اي ادفرس فيك كمبلانس كويس جدا ما خلاص. الميسوتريكسيت زي ما قولتلكم مسلا بعد اربعة عشرية كده. او الطفلة دي بقى لها سنتين. وبالتالي كمبلانس كويس طول ما انت شايف معاك ريسبونس. ما تخافش تدي الاسيترتين. اي ان كان بقى انت بشغال فين. مدام بتدي ودام عارف المطلوبة. ودام عارف الادفرس افكت. ما تخافش تدي ميسوتريكسيت. ما تخافش تدي البيولوجيك لو فيه افيلابيلة تينية. شكرا جزيلا لكم. نشوفكم دايما على خير.